أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن الموسنين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فنفا مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدسا ومن خلفهم سدسا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضربناهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث ثلث فقالوا إنا إليكين مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسل سنون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم إنا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال ينا قوم اتبعوا لمرسلين اتبعوا بمن لا يسألكم أجرهم وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فقرني وإليه ترجعون أأتخذ منه من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضب الله لا تغني عني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي علمون بما وفر لي ربي وجعلني من المترمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جنجد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القلون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل الأرض ما جميع لدينا محضرون وآية له الأرض الميتة أخييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جانات من نخير وأعناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وباء عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كل أهم مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية له الليل لسنق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن برقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاة إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل له الأنفق مما رزقهم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقد ناد هذا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تغلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ضلال على الأرائك متكئون لهم لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليك يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأني عبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أغل منكم جبلا كثيرا أفلم تكن تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لقمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخنا على مكنتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجع وما نعم عمله نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا بك وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلق لا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذلل لها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشار رب أفلا يشكرون واتخذ من دون الله آلهة لعل لهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزون كقولهم إنا نعلم ما يسر سر وما يعلنون أولم در الإنسان أن خلقنا من نطفتنا فإذا هو خصيص مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أمن شعها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فيقول فسبحان الذي بيده ملق لو تقول لشيء وإليه ترجعون بسمي شكرا 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 شكرا